كذلك الكلام أبي حازم يدخل تحتيه بقى إيه؟ تحتيه لا تؤثر أحداً بأعمال البر بحث عم ما يصلحك ساعات كده الواحد مررته بتدفقع من اتنين وقفين في الصف اتنين جايين على فرجة في الصف واحد يقوله والله لا تفضل انت يقوله لا أبداً والله لا تفضل انت اللي تفضل أنا ما تفضلش لا انت اللي تفضل وأحياناً بعض الناس بيفعلوها معي أو بيفعلوها مع المشايخ الكلام يبقى وقف في الصف الأول وأنا وقف في الصف الثاني فيقوم يصر ان هو يسيب مكانه في الصف الأول علشان أنا أخذ مكان فأنا أنبهه برفق وقول له يا ابني لا تترك مكانك يوم يقول والله العظيم لازم تقف مكانه أخراس انت حر وقفت أنا مكانه لا في حد من أهل ممن عنده يقضت الآخرة ممكن يعمل للعملة دي ما فيش حد ممكن يعملها أبداً ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لو يعلموا الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا عليه يستهم يعني نعمل أرعة نعمل أرعة أنا دخلت لقيت الصف كامل مع ده فرجة واحد أنا وواحد أنا ما سمحلوش أنه ياخد الفرجة دي أبداً إيه خلاص اختلفنا وهنعمل المشكلة نعمل أرعة مالك ولا كتابة إنت بقى مالك ولا كتابة نشوف بقى لأن أنا عايز المكان ده فإزاي تؤثر أحداً بعمل من أعمال البرد ده نوع من الغفلة وبرضو في حديث أبي هريرة في الصحيحين لو يعلموا الناس ما في الصف الأول لكانت قرعة وفي حديث أبي سعيد عند الإمام المسلم الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجالاً في مؤخرة المسجد ناس كده بيتلكعوا كده الصف الأول لسه اللي قام بتقام ولسه الناس رايحين في الصف الأول ده عمال يتمرتك بقى من وراء عمال يهز الأحمق بقى ومش حرفيه وميجريش أو ميش حريص على أن يكون في الصف الأول فالرسول عليه الصلاة والسلام شاهد جماعة كده في الصف في آخر المسجد يعني والمفترض أنه يبادر عشان يملى الصف الأول لياخده قبل فقال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى